حاضرة إلى السؤال الأول شخصية سياسية أثنت شخصياً على أغنياتك الرئيس رفيق الحريري الرئيس حسني مبارك الرئيس بيل كلينتون الأمير تشارلز أي شخصية من هذه الشخصيات السياسية الأربعة اللي رح نرجع نشوفه المرة جديدة على الشاشة أثنى على أغنياتك أغنياتك بدنا نختار الاحتمال بتصوتي وبنوضع الانتر بعدين لنثبت الجواب الشباب شو جاوب وخلونا نشوف نسب كيف توزعت أعلى نسبة كانت للرئيس رفيق الحريري أوطى نسبة كانت للرئيس بيل كلينتون والأمير تشارلز رئيس بيل كلينتون هو الجواب الصحيح أنا غنيت بحفلة وصلت للعالمية بسرعة ليس عالمية هذه شانس كيف تجدت فيه الرئيس بيل كلينتون لأثنى على أغنياتك؟ أغنيت بحفلة خيرية كانت برعاية الملك إرانيا وكان في ديوف شرف مننا الرئيس السابق بيل كلينتون وطبعا الشيخ محمد بن راشد وكتير في آي بي يعني ومن حسن حظي يعني طبعا أنا ما كنت بحلم بحياتي قدر قابل شخصية لقدة بعيدة يعني فمبسطت أكيد خصوصا إنه قدرت حكيته وشرت الملكة أقول لك لقاسنا على أغنيات اللي يعرفوا لي لأنه في أغنية اللي هي شافونا تنين من الألبام من قبل هي ألحان أليكس فوكس والزاهر إنه عمله هي موسيقى بعدين أنا أخذت عملت تنازل أليكس فوكس فنعمل حفلة بالبيت الأبيض للرئيس ونعزفت الأغنية فمشان هيك بس غنيتها تجاوب مع الأغنية وبس حكي يعني قربت سلمت كتعم سلم على الملكة لأنه بحبها كتير قدرت أنه أحكي معه أثنى على الأغنية فقط لا أثنى على أنه عليا وعلى الأغنية بس أنه كانت الأغنية سبب يعني يمكن نخلي أنه نعرفه مزوي نعني مرحبا بكس overcoming أي شخصية سياسية هل تحب أليسا تغني؟ أليسا لا يوجد شخص معي أطبعاً أتمنى أن أتمنى أن أقسم أجبر كل الشخصيات المهمة أنا فنانة ليس أجبر فقط أجبر أجبر أن أجبر أجبر العالم مثلهم أجبر الشخصيات السياسية أجبر الفنانين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر